نقولها دائما وفي كل مناسباتنا مناسباتنا العادية وأيضا في أيامنا الجميلة المباركة عيد الفطر نفتخر دائما ونحتفل مع أبطال الكويت في كل المجالات شباب الكويت أبطال فعلا يعني مو بس عندنا محليا عالميا موجودين في كل المجالات اليوم معنا بطل الدرجات المائية اللي هو طبعا الجيتسكي معروف بأخلاقه ومعروف ببطولته محمد بربيع دخل موسوعة قنس وحصل على أرقام كثيرة عالمية ولا يخفى الغمر مساك الله بالخير مساك الله بالنور وأيامك سعيدة وتقبل أطاعتكم مسي على أخوان المستمعين ومشاهدين ومشكور يستمعي على هذه الاستضافة مولولهم وإن أكثر من الاستضافة أخرى وإياك في كثير من لغاءات والحمد لله أن نوصل معلومة جيدة بالنسبة لك بطولة درجات المائية وبالأخص رياض الجيتسكي نعم نحن اليوم بالعيد محمد وانت ملابس ديشداشة العيد والله اليوم قلنا مدام نتكلم عن الجانب الرياضي نأخذ اللبس اللي هو الرياضي ولكن الحمد لله بدايتين طبعا أنت لازم في فترة العيد تمر لها الكلهم نعم تفكه من العقالة من العقالة الكبوس نعم والحمد لله وجبنا يعني هلنا وبالعكس يعني الفرحة هي لمة الاخوان ولها الفترة الصفح خاصة الضحى وبعدها تنطلغ تكمل مشاوريك الثانية اللي هي ممكن نتوجبها لك اللي بره نعم وتوقف نشاطك في وقت العيد أنت برمضان عندكم بطولات عندكم انجازات لكن في فترة العيد تأخذ إجازة توقع نحن كان برمضان فترة تدريب ممتازة بالنسبة لنا قاعد نجهز حق بطولة أوروبا إن شاء الله راح تكون في إن شاء الله واحد سبعة وعندنا إن شاء الله في بطولة العالم راح تقام شهر عشر إن شاء الله في ولاية التحدة الأمريكية فهذه البطولات وائد مهمة نجهز لها قبلها بفترة وكانت فرصة أن ننزل فترة رمضان قبل الفطور فالحزة زينة وبالعكس ما في ناس وائد بالبحر هذا الفترة اللي نقدر نحتاجها ونفس الوقت ما تلبي لوية الطراريد الجاتسكيات الباجة اللي طالعين تمشون أو استنسون فخذينا علاقاتهم بيئة متكاملة كانت فترة وايد حلوة اللي هي من الساعة خمس للساعة ست وبعدها نتوكع على الله بيوتناه نعم وإن شاء الله تكونون جاهزين لبطولة القادمة نعم نعم إذن خلنا شوية نحن بجواء العيد محمد يمكن دائما الناس تعتقد بأن مثلا الرياضيين ما يستقبلون العيد عرف تكونون تعبانين ولل عندهم بطولة خارجية فأنت منهم ولا لا شوف أنا البوشة بالإعطاني قوي أنه أنا لازم أفتر بالعيد لأنه رمضان ما شاء الله تدري إحنا الشباب من غبقة لغبقة فكانت طول الفترة هذه أنه لازم نروح أقرب عنا نجبهم فيه الأمور الغبقات والأشياء هذه وفعلا بالعيد التزامنا مع كثير من الشباب خاصة ريوق العيد مع الأهل وبعدها اللي هو تدري أنت الغداء فعقب الغداء الوقت قد تحرص علي لازم أمور بيت عمي فالأمور العيد هذه لازم تتسويها فلا أنا أحرص أنه يفتر على أكثر من شخصية وأكثر من دوانية وما تنزل بحراء بالعيد بالعيد لا أأخذي يومين أوف ثالث يوم ما عندي مشكلة نعم ندخل بالإنجازات ما شاء الله محمد بوربيا اسمك عالمي موجود وحققت الرقام كثيرة لكن بأكثر رقم تعتز فيه شنوه شوف يعني موسوعة قنس هذيت على قوتهم بشكل عام نحن نتكلم يتهل موسوعة بعد دخولي أو حصولي على بطولة عالم رقم 21 مرة بطل عالم خلال هدعي السنة والتالية ناهيك عن البطولات اللي هي الأخرى اللي يعي فيها مداليات فضية برونزية غير بطولات أوروبا الكويت تايلند الإمارات فدشية الموسوعة فقط على نجازات في بطولة العالم والتي تغام دائما في أولاد التحدي الأمريكية تحت مضلة الاتحاد الآي جي أس بي هذا يعني الاتحاد يعني الآن عمره ما يغارب 38 عام منذ نشأت هذه المضلة هذه و بهذا الاتحاد بالعكس كان لنا شرف واعتزاز أن ندخل هذه الموسوعة بعد هدعي السنة يعني مثل ما تقول تعب ما ضاع وجهدك هذا ما انتهى بفترة بسنة و سنتين العكس أنت استثمرت بهدعي السنة وكانت مكافأتها أن تدخولك موسوعة أما بالنسبة للنجازات الأخرى حصلت على ما يقارب 142 كاسة أو مدالي نسميها من أبرز النجازات التي أعتز فيها وكانت لأمانة شرف أننا نحتضي بمصاحفة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صبال أحمد جابر الصباح عند حصول جائزة كويت تمييز بداع شبابي التي نظمتها وزار الدولة وشؤون الشباب كأفضل رياضي في الكويت عام 2016 وهذا ومصافحته ودعم الدائم لجميع المجالات وليس بمجال الرياضة بشكل خاص نتكلم بجميع المجالات فهذا الدافع الذي قدم لنا صاحب السمو أداء إلى أننا نشتهد في البطولات التي بعدها قدرنا نخلص من مدالي رغم 19 إلى 21 والحمد لله يا رب العالمين قدرنا أن نحصل هذه الموسوعة الله يزيدك إن شاء الله يا رب محمد نشوف مع بعض وياك تغرير عن تسلم المكليم موسوعة قنس أو الجائزة ونرجع إن شاء الله دخولي موسوعة القنس للرغام القياسية والله الحمد بعد حصولي على المدالي رغم 21 ذهبية عالمي 11 سنة متالية لما أنا هذا شرف لنا جميعا والأمر طبعا هذا هو إنجاز فردي ولكن أنا سميه جماعي لأنه بتضافر وجهود من إخواني الجهات الحكومية المعنية نشكر وزارة الدولة الشفون الشباب بالأمانة اللي لهم دور كبير كذلك على دعمهم من الشباب في جميع المجالات والحمد لله تم تكريبا من قبل سيدي حضرت صاحب السموة من البلاد الشيخ صبال أحمد جابر الصباح في جائزة الكويت تمييز البداع الشبابي والتي قيمت نسختها الأولى في دولة الكويت عام 2016 والأمانة هذا كان دافع لنا كبير أن نحن نحظي بمصافحة صاحب السموة والأمانة نتشرف أن نمثل ديراتنا في المحافظة الدولية الخارجية معنا البطال محمد بوربيع وهذه تعتبر جائزة أو تحطيمك للرقم في موسوعة قينتس وانت ذكرت لي بأن ما كانت سهلة حتى طريقة الإجراءات مثل هذه الجوائز لابد أن تكون موثقة مئة بيئة نعم جراها طبعا هو تدفع لرسوم طريقة تسجيل أثنين وحي يدزول لك إيميل سينو جيم طبعا الأشياء طلبوها مني شبه تعجيزية يابون الفئة والبطولة من 2007 والتاريخ والوقت ويابون توقيع من رئيس الاتحاد على هذه النتيجة وهذا ويابون الموقع صحيح 100% من توقيع رئيس الاتحاد ويابون توقيع من النادي البحري ويابون العملية أخذت وياي خمسة شهور موسهلة على أساس أن دشهادي الموسعى وصلت مرحلة لنا خلاص بس تسلم ولكن لا أمانة يعني دعم الشباب اللي هو أعضاء متخب كوية درجات المائية أحرصوا بلعكس أنت دشيت فيها كمل وفعلا آخر شهر دزولي طبعا إيميل قال عندنا فترة مشارة العثاء أي وقت تبي حلوة لما الشخصية تحضر نفسها وتعطيك هذه الجائزة وهذه الشهادة في ديرتك وفي محفل التي دائما تحرص أن ترفع اسم ديرتك لكويت فوافق على هذا الطلب والحمد لله يعني وزارة الدولة شواب يعني يعطيهم ألف عافية على احتضانهم لهذه الاحتفالية وبالأكس الحمد لله عدتها الخير على قوتهم لا أكيد طبعا أنها موسوعة موسوعة عالمية ولازم لا تحط أي رقم عندها وتسجل عالميا وتعترف بشكل عالمي إلا لما تكون متأكدة في 100% بالضبط فهذا الإجراء الذي أخذنا وبالأكسر يستحاد أشاد بعقما دخلنا الموسوعة وحطها بالموقع الرسمي وهو الاجي اس بي اي واتمنى إن شاء الله ببطولات الغاد نحن نكسر هذا الرقم وحرصنا أنه يكون الرقم إن شاء الله نكون قاب كبير بين وبين الأشخاص الثانية حاملين هذه الموسوعة التي أخذنا الرقم كان عندها 15 مرة بطل عالم والحمد لله نحن لم نقدم 16 ولا 18 قدمنا 21 النية كانت صافية وأمانة ودخول هذه الموسوعة لها ثلاث أشياء أنا في بطولات أشارك درجات المائية الجالس نسميها القاعد من 2007 إلى 2017 متتالي شيء ثاني أقل من عمر الثلاثين نعم الشيء الثالث كلها بفئات من البلجت المبتدئ إلى المحترف ممتاز لأعلى فئة بمستوى الدرجات المائية ممتاز نحن متواصلين وياك محمد بعد الفاصل إن شاء الله نعم رجعنا لكم مع بطل الكويتي والعالمي محمد بوربيع في رياضة الجيت سكي درجات المائية محمد قاعد يشوف أنا ماشاء الله في استوديو هنا دائما نقابل شباب الكويت وأيضا شابات في الألعاب الفردية وجماعية وكلهم يحققون المراكز العالمية رغم ما في صعوبات ما عندنا احتراف كلي في صعوبات مادية معنوية لكن رغم هذا كلها قاعد ييبون البطورات شوف كلمة جميلة جدا صد يعني الشاب الكويت جدا متميز أمانة مو بس بالرياضة في شتى المجالات إذا يعني يدش المجال دائما يترك لبصمة يثابر على أن يحصل على هذا الشيء على النجاز على المدالية هذه فتلقي إن شاء الله الشاب الكويت طماع في الأمر هذا فالواحد يفتخر الأمانة أن تتشرف في احتضانهم وأن تسلط الضوء عليهم يعني هذا الأمانة بادرة منك جيدة وإخواني طبعا قائمين على هذا البرناوج أن تحتضن الشباب الكويتي صعوبات كثيرة الأمانة يعني مرت علينا ما كانت بالبداية دخولي هذه الرياضة نفس الهين الآن عندنا احتراف جزئي عندنا اهتمام أكبر صار من القطاعات الحكومية كان هذه البحر الرياضة الكويتي الهي العمل الرياضة وزار الدول الشباب الغطاع الخاص لدور كبير في طبعا دعم للشباب والأمانة يعني نحن نقع نشوف كل سنة عن سنة فيه تغدم أفضل فيه تسهيل العمليات اللي احنا محتاجينها مثلا كبطولة كمخصصات كتفرغ رياضي قاعد سهلون معنا بالعكس في هالأمر وبالنهاية بالعكس هذا حق الكويت نعم وكغيادي أو كصاحب منصب ما رح يطمع على شاب كويتي مشتهد ومخلص في رياضة أو في مجاله تلقي يسكر عليه الباب وبيده بالعكس الآن التعاون صار جدا حلو متعاونين أكثر وبالعكس نتمنى أن الشيء هذا يطور أكثر وكثر بداية يصير جزء يصير كل إن شاء الله إن شاء الله هذا لنطمحنا ونصير النسبغيات يصير خلاص رياضي ينتهي من عمله يكون فعلة شغلته هي رياضة اللعبة نفسها فإن شاء الله ننتخلص من هذه المعاوضات الياية إن شاء الله وبالعكس نكون قولتهم بشكل شفافي أكثر مع أخوان اللي هما ماسكين الغيادين في الدولة البطل الكويتي في رياضة درجات المائية الجزكي أثبت بطولته مثل حضرتك أسماء كثيرة في العالم كله يعني ما يستغرب ونشوي العالم بأن دولة صغيرة كما عندكم عدد الأبطال وقعت نفسون أمريكا وإيطاليا وألمانيا وأسماء كبيرة طبعا هو بنهاية لكل مجتهد النصيب دائما يعني أنا اليوم دشيتها رياضة والله العظيم ممكن ما قطعت عن رياضة شهر إذا قطعت ولكن دائما أحرص أن أنا اجتهد في رياضتي الجانب الثاني من شاء الله منتخب الكويت درجات ماية على صيت كبير في مجال الجزكي رحنا أمريكا لنصيتنا ورحنا تالن لنصيتنا ورحنا الإمارات لنصيتنا أقرب بطولة كانت لنا تالن خاصة منها بطولة الإمارات حصلنا على 53 كاس تكلم ليس 50 من سبع جولات من أصل تسعم وتسابغين الكويتين ف ما شاء الله برياضة درجات لنا اسم بارزة ولامعة وخاصة أن نحن نشارك في بطولة عالم في أعلى مستوى الدرجات الماية في أقوى في أهنام الكويتي 100% السائق كويتي رئيس الوفد كويتي المساعد مالي كويتي الميكانيك كويتي المجهز للدراجة كويتي أصغر الوفد كويتي فهذا الشيء بس القرف نحن نحن بره كل شيء نحن نسوي يعني هذا التعاون وهذا التلاحم بيننا هو سبب النجاح لما تروح بطولة عالم تشوف 15 واحد دوانية لكن دوانية تنجز لا لا تنجز وليس سباقة سياحة بالعكس تنجز ترفع دوت كويت و حصل أكثر من 15 20 كاس بالبطولة و لما تقول لي كل من هم أبطال عالم فعلا كل واحد على مستوى يا جماعة إذا كان هذا بطل ممتدأ فهو بطل فعلا بطل عالم في فئة الممتدين إذا كان هاوي بطل عالم في فئة الهوات وإذا كان محترف هو بطل لأنها فئات طبعا نعم هي فئات كثيرة وبالنسبة حق الجالس والواقف في أمور حتى على الجاتسكي وليس بس بالساغ إذا كان هو مستوى محترف أو مبتدأ نفس الشي الجاتسكي في عندنا ستوك والمعدل والملغوم بشكل عام أنا ومحمد الباز نشارك في أعلى مستوى وهو فئة المحترفين وفئة الجي بي والأوبن هو الفئة التي أعطيتم في الكويت يحط اللي تريد تحط الغم الجاتسكي اللي تريد كيفك الحمد لله يعني متخب الكويت الدرجات المائية ترك بصمه ومستمر على هذه الانجازات صار له يمكن عشر سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم الجهات الحكومية المعنية والشركات الخاصة طبعا تحيي للمحمد الباز البطل كان ودنيك موجود بس أنت ما يبت معك لا اليوم هو رح شاله قبلي إن شاء الله الجايات وبثل نجاحكم قاعد يبرز دولة الكويت يعني متروحون دول العالم كلها علم الكويت يرفع والبطل محمد بربيع فهذا الشي يعني أنتو تعتبرون سفرة سفرة لدولتنا الحبيبة وإنت محمد بعد أيضا ما شاء الله لك نشاطات اجتماعية كثيرة ومؤثر اجتماعيا يعني ما يختلف فياك يا أبو جاسم من رياضة أخلاق ودائما لازم أنت تخلي روح رياضية فيك فأنت معرض للفوز ومعرض للخسارة فإذا أنت كل مرة بتزعل بتخسر وبتمشي فأنت ما تصلح أن تكون بطل أو متسابق في مجالك فدائما أضحى كأنا بكل بطول إذا ما حالف نلاحظ يمكن يا جماعة يعني بالنهاية هذا محرك تجد المحرك يخترب ليس ذنبي أنا تجد مشتقل طول السنة وركل وضو رياضة ونادي وخبض يعني حسبونكم عليه تجد شيء نص دينار قفيص ولا أبلاك يخترب عليك شيء يعني يقدر الله ما شاء فعل بالعكس أضعنا سباغ مستانس من أدائي من أداء الجتكي ولكن بنهاية أعطاه الواردة وخصنتها بالجتكي محرك كماي على طول المشكلة أنه لا تسهلون معكم نهائيا فبالعكس يكون رحب و لا ساعة صدر ودايما أكون شوية نقول نتوسع أكثر بالسوشال ميديا مع أخواني والشباب أن نوصل معلومة جيدة حق هذه الرياضة وأن الرياضة يا جماعة يقدر يسوي كل شيء بالعكس يطلع ويروح تواصل مع الناس وهذا الشيء نطمح في الكويت ودور أنه يكون مؤثر في دولته في الكويت أنت تعتبر بطل عالمي فأين دورك بالكويت لازم أنك تؤثر وتوصل رسالتك دوري طبعا كجهات حكومية قال معي الآن أنا إن شاء الله رح أكاديمية تعليم دراجات المائية بعد فترة إن شاء الله التي هي سنة سنتين خلاص بعد ما تنتزل يعني خلاص وقت معين وخلاص ما بيأخذ جيل تنتزل وانت بالقمة بالضب ما أخذ جيل و جيل غيري فأنت بالنهاية بتطلع جيل يديد وتطلع ناس يدد أساس يمثون هذه الديرة إذا أنا بتم على نفس المكان وإي شخص يقول هذا بربية يسابق ليان ما نيداش أكيد يفوز سبحان الله معتقدات ولكن لا أنا أقول بالعكس عن باركة أي أحد يريد درجات الماية قبل مساعدة أسجلة بالنادي أنزل ويا بحر ممكن نحن نجهز لجيتسكي ساعة باركة ما عندنا أي مشكلة بالنهاية هذا كله حق خدمة ديرتنا لكويت وبالعكس أتمنى أشوف شباب صغير صغير بها عمر إشاركم معنا على عيالهم من هذه رياضة والله فعلا هي رياضة خطرة جدا ولكن الواحد يتفادى هذه الخطورة بالأمور السيفتي يعني أنت قبل كل بطولة عندك أمرين اللجنة هي نفسها تكون في أمور الفحص بالنسبة حق الدراجة المائية أنها لا فيها أشياء حادة ممكن تتسبب إصابة بالمتابغين الآخرين الاثنين يشيكون على سباحة على الهلمت على الكسارات البروتكشن والظهر فالواحد يتفادى على قراتهم هذه الإصابات أو هذه الخطورة بطريقة الأمور السيفتي الموجودة واللواحة القوانية الموجودة في البطولة نعم أنت تهيأ هل لازم تكون عندك لياقة يعني يكون محافظة على جسمك وأعضالك أو لا لأنه يقعد عمل وائد ناس يقول همد جسكي خلاص سهلة ممكن نحن نقول شاصرت بطل سهلة فالرياضة يا جماعة هي متعبة تشتغل جميع يعني يمكن جسمك الإيد الريل الظهر المعدة تركيزك راح يكون وائد غوي بالنسبة لي مشاركتك في السباغات الوزن مطلوب موسالفة والله بس خلاص عندي جسكي غوقة يقدر سوقها ممكن أنت تكون تملك أقوى جسكي بس ما تقدر تسوقها خمزة ستتعب ما فيك لياغة الجسكي الغوء اللي نحن نشارك فيه هو مخفف سرعتها كبيرة عليه أجهزة ممكن واحد ما يقدر سوق الترول عليها يعني أي واحد مبتد يسوقها ما يقدر تحتاج لياغة وتمرين رياضي بالضباب لازم يجتهد على أساس يكون نقول الطرفين مكملين بعض لا يكون طرف قوي وطرف ضعيف دائما يكون اثنين من نفس المستوى والبطولة القادمة شنو هي إن شاء الله إذا الله كتب البطولة القادمة ستكون في بلجيكا إذا الله سهل إن شاء الله تاريخ 4-9-7 وبعد هذه البطولة سنريح شهر التمارين وتجهيز درجات حق بطولة العالم التي ستقام في الولايات التحدي الأمريكية في شهر 10 إن شاء الله ممتاز إن شاء الله إذا لدي كل ما خير أنا أحب أشكركم على هذه استضافة الجميلة وخاصة لك يا أبو جاسم لأمان شرتنا ودائما تعتظن الشباب الشيء الثاني يا جماعة أقول لكم لا يوجد شيء المستحيل الله ما أكتب لك طول ما أنت عندك هواية أو شيء بالعكس استمر فيها ونمها وطورها بشكل إيجابي ترفع سمديرتك وتشرفنا وتشرف أهل الكويت كلهم الله يسلمك وقواك الله ويعطيك العافية وأنت من الشخصيات اللي نفتخر فيها محمد بوربيا من الشرف يا وجاسم طول لأمرك بسمكم أشكر بطل العالم الكويتي في رياضة درجات المائية اللاعب محمد بوربيا